المجلس الأعلى المجلس الأعلى المجلس الأعلى على سموه من نعمة الصحة والعافية ليواصل سموه قيادة العمل الحكومي في ميادين البذل والعطاء لتلبية تطلعات المواطنين الكرام ضارعا إلى الله تعالى بأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية والعمر المديد لمواصلة مسيرته الحافلة بالعمل والخير والإنجاز وبمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس الحرس الوطني هنأ المجلس عاهد البلاد المفدة وسموه رئيس الوزراء وسموه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مثمنا الجهود الكبيرة التي يبدلها منتسب الحرس الوطني لبسط الأمن والأمان في ربوع البلاد إلى ذلك أطلع معالي الرئيس المجلس على نتائج زيارته إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة للمشاركة في افتتاح مسجد الفتاح العليم وكتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة ليابة عن عاهل البلاد المفدة وقد ثمن المجلس الدورة الريادية والنموذج المشرف الذي تمثله مصر الشقيقة في السلام والتعايش ثم دشن المجلس رسميا كتابا توثيقيا بعنوان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية السيرة والمسيرة الف وتسعمائة وستة وتسعون الفين وثمانية عشر والذي يوثق مسيرة المجلس ومنجزاته وأعماله منذ التأسيس مستذكرا الدورة الكبيرة للمغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة طيب الله ثرى بعد ذلك استعرض المجلس وأقارر تقارير لجنة دعم طلبة العلوم الشرعية وقام باعتماد دعم ثمانية واربعين طالبا وطالبة من طلبة الدراسات العليا الشرعية من بينها عشرون طالبا في مرحلة الدكتوراه وثمانية وعشرون طالبا في مرحلة الماجستير كما اطلع المجلس على مذكرة مرفوعة من لجنة متابعة إنشاء الجوامع وملحقاتها ضمت تقريرا موجزا عن المشروعات الجاري تنفيذها أو التي سيتم طرحها في مناقصات بناء أو مناقصات تصميم وإشراف ترجمة نانسي قنقر